شكرا معلقنا الكابتن عصام منيسي اذا انتهت احداث الفترة الاولى والثانية بتقدم النادي الاهل اربعة وخمسين اربعين في مباراة يمكن تسيادها النادي الاهلي في النهاية برحب اضيو في المرة التانية اهلا بيك يا كابتن طاهر الله يخليك اهلا بيك يا كابتن سلعاوي اهلا كابتن سلعاوي يعني اه يعني مش عندي ما عنديش يعني سبب ان احنا يتحط فينا تمانية وعشرين بونت الشوت الاول السمو هيحط تمانية وعشرين نقطة الشوت التاني يحط اتنشر نقطة بس اه لا انا عايز اقول ان البداية ما كانتش فيها فيها نوع من التركيز بالنسبة لدفاعات النادي الاهلي اه بدأ التركيز دي دي فيأتي وبدأ الانسجام بعد حوالي سبع تمان داية من من العشرين دي اهلا الاولانية لا كابتن اختلف محاضرتك يعني الانسجام جي في اول التاني اه يعني احنا اتحط فينا تمانية وعشرين نقطة ده رقم كبير جدا انا اه انتعارف اللي زبط الدنيا ايه كابتن طهر كمان ان احنا حطينا خمسة وعشرين نقطة احنا عندنا خط هجوم قوي جدا اه يعني دايما احنا فوق الخمسة وعشرين نقطة انها المشكلة في الدفاع اه اه حتى يعني كمان لما كنا بنتكلم ان موديل جارحي جايب عنده شوتة ست شوت كده جاب ثلاثة من ثلاثة من اربعة فيه اه 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 ان اولوية للدفنس صحيح ابتن سيطرنا اكما انا دفاع قوي سيطرنا حلقتين في الرباون شوت التاني اه شوت التاني شوت الأولاني اه 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 فيه ضياء في التركيز شوية اه او فيه مثلا زي ما اقول خضت مباراة شوية لكن اللي انا عايز اقوله ان اه اداء تحسن جدا جدا في شوت التاني اه سيطرنا على فرضنا اسلوب لعبنا على نادي سموحة لمينا كويس في بس فيتركة كده كابتنسى العوية هي اللي فرق ايه يعني الاهلي كان بلعب العشر دي لأونين منتو مان التانية بقى غير زون الزون دي ارباكة حسابات سموحة خالص اه وجرينا بس ده دي بقى مانة حاجة تتحس باكبات ان الكوتش اشرف يعني انا شايف ان هو قلبته لمنتو مان اللي زون دي فرقت في الموتش طبعا ده خبرات طبعا اشرف طفئين المداربين يعني الصحاب خبرات كبيرة و اه اللعيبه معاه معاه ادوات مساعدة في الملعب برضو يعني انا ا Achseen انه بقى من من احسن لعيبة في الشناعي ميدافع قوي جدا و بيحطلك سكور برضو بودي جرح كويس ابو الناصر ابو الناصر عمر الجندي اه في الفترات اللي يوقب يعني ده صفقة رابحة في الفترات اللي وقف فيها قدر يدي بصات خلتنا بصورة جربية طبعا كمانتنا خليني بس أروح للمحاضراتكم لمن يعني لتحمل عبق المورا بس خليني أطلع لفاصل سريع عزيزي مشاهدين أطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل طبعا تغطياطنا الحصرية والمستمرة لمباراة الأهل واسموحة ولكن بعد أهلا بحضراتكم من جديد يمكن دي محاضرة ما بين الأشواط يمكن كابتر أشواط وفيها حاب يقعد في الملعب عشان تبقى أحسن من قدت اللبس ولو إنتوا خدتوا بالكوا هتلاقي كوتش أشرف يعني بيتكلم عن الدفاع حرك رجله بيحرك إيده حقيقة فيه يعني لغز معين في الدفاع كده الحقيقة محتاجين نحله لكابتن طهر يمكن أجي النقطة مهمة ألا وهي التحكيم رأي حددك في إيه في الفترة الأولى والتانية هو التحكيم يعني لحد ما معقول بس هو يعني كان فيه تصرع في حكاية إنه هو يدي اتنين تيكنيكا فيه شيء من التحذير يعني إحنا اللي نعرف وإنت لعبت بسكت على مستوى عالي يعني بص يا كابتن معليش يا سازر حددك يعني الكرة دي معليش يا جماعة الفاتي بتاعت عفوديل دي بص هو لا بص الكرة دي أولا اتزق أهو من رقم سبعة اتزق لما بعد ما لمها اتلموا عليه التلاتة بص بقى رقم سبعة أنا معرفش مين بص مد إيده إزاي بص 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 إيده فين دي فاول يا كابتن في الآخر حسبها على عفوديل والغريبة يا كابتن بص الحاكم على بعد خطوتين وقف عند الكاميرا ما حسبها مرشية حسبها مرشية على عفوديل يعني مد الإيدين ده أنا اللي عرفه يعني هو لم الكرة بص رقم سبعة الأول اتداله كده كتف بص بص يا كابتن وبيمد إيده بص حصل إيه بص كمله يا جماعة كمل بص اتداله بإيده هو نزل إيده لتحته هو عفضيل أقوى منه فإيده راحت لماه راح داخل عليه بإيده بص بص وبص بص وبسندين عليه طب دي تحس بص بص دي إزاي مش فاول دي والغريبة إن الحاكم خطوات عليه يعني بص 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 كل إيده طب إزاي يعني هل أنا بأمس الكرة بيداله اتنين وأنا بإيده واحد طب إزاي حسب هوك عليه الكرة التانية بتاعت عمر طارق لما زق الكرة بعد البسكت فهو ده حذره يعني أنا كده بدأ بجيب الفرقتين واحد من هنا واحد من هنا وتحذرهم من أي حد يلمس الكرة بعد البسكت ما يخش صحيح رأيك يا كابت سلاعون أنا يعني أنا عايز أقول لأن بالنسبة للكرة عفضيل اتحسبت مرشية على اللعب هو تزقف والإتنين تعاملت سندويتش فوسيهم مقدرش يطلع مقدرش يطلع الكرة ولما عفضيل يعمل مرشية يعني ده تزق جبل زق جبل يعني يعني كده لكن عمر طارق برضو أنا عايز أقول أن هو فيه تنقسم الموضوع بتاعه لها الشقين الشق الأولاني عايز أقول أن هو برضو لعيب دولي وليه خبرات عالية جدا جدا وعارف مدى احتياج المباراة مهما يكن لازم يكون عندك يعني سبات فعالي شوية بالنسبة لهذه المواقف وخاصة أنك إنت عندك الأولاني الجزء الشقي تاني اللي حكم من الوضع الطبيعي أنه حذر لأن يعني طبعا طبعا اللي قاله كابتن طهر شيء مظبوط 100% يجيب الكابتن هنا يحذر أو يحذر لعب نفسه ما تعملش كده تاني تزوقش الكرة ما تزوقش الكرة تاني بعد الباسكت عشان برضو هي فيها تعطيل للهجمة بتاع السموحة دخل بالك فبرضو لازم يحذروا أول مرة شوف حد بياخد تكنك الفاول من الكرة دي من أول مرة يعني أهم بتحصل بتحصل بعد التحذير ما بتحصلش قبل التحذير لكن الحكام يعني الحكام بصفة عامة تحكيم يعني ماشي كويس الصفة عامة السنة دي يعني طبعا يعني طبعا البشر وممكن يخطأوا كده لكن التحكيم بصفة عامة من أحصل الحاجات في الموسم ده منجح الموسم بصراحة لكن احنا بنقول على حاجات معينة هي اللي ممكن تبقى لازم برضو الحكام بشر واللعب بشر واللعب لما بيكونش فيه مستوى بيبقى عنده حتة شد عصبي وكده لكن اللي عيبت كابتن الرتابة الرابع أنا أعتقد أنه هنمشي على نفس الدفاع وهنحاول أنه نحن نكسب إن شاء الله وهنكسب بإذن الله بس ماكسب مريح يعني الشوت التاني من أحسن الأشواط اللي أنا شفتها عملها من فترات طويلة كابتن تونير سريعا أنه توقعتها ده كابتن تونير رابع أنا أعتقد أنه أنا قلت أنه هي فوق العشرة بونت وهي عتيبة فوق الخمستاشر بونت إن شاء الله كابتن خلاص الحظات وتنطلق الفترة الثالثة والرابعة لأرض الملعب ومعلقنا عصام منيسي لنقل أحداث الفترة الثالثة والرابعة من مباراة الأهل واسموحة فإلى هناك